حدثنا عفان عن أبي عوانة حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله قام يخطب يوم توفي المغيرة بن شعبة فقال عليكم باتقاء الله عز وجل والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال أشفع لأميركم فإنه كان يحب العفو وقال أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشترت على النصح لكل مسلمين فباعته على هذا ورب هذا المسجد إني لكم لناصح جميعا ثم استغفر ونازل حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وإلن عن جرير بن عبد الله البجلي قال قلت يا رسول الله اشترط علي فقال تعبد لها ولا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح للمسلم وتبرأ من الكفر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابير قال حدثني رجل عن طارق التميمي عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء فسلم عليهن حثنا عبد الرحمن عن صفيان عن حبيب عن المغيرة بن شبيل أو شبل قال أبو نعيمين المغيرة بن شبيل يعني ابن عوف في هذا الحديث عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبقى فقد بريئت منه الذمة حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة وعن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنى في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سنى في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة قال سمعت عون بن أبي جحفة عن المنذر بن جرير البجلي عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فذكره إلا أنه قال فأمر بلالا فأذن ثم دخل ثم خرج يصلي وقال كأنه مذهبات حنا عفا نحدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمر بن مرة عن زذان عن جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا جاء فدخل في الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام وهو في مسيره فدخل خف بعيره في جحر يربوعا فوقصه بعيره فماتا فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا قالها حماد ثلاثا اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا حجاج بن أرطاط حدثنا عثمان البجلي عن زذان فذكر الحديثة حثنا إسماعيل عن يونس عن عمر بن سعيد عن أبي زرعتا بن عمر بن جرير قال قال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماكي بن حرب عن عبيد الله بن جرير عن جرير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام فقبض يده وقال النصح لكل مسلمين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وإلين يحدث عن رجل عن جرير أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلم وعلى فراق المشرك حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وإلين عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين وعلى فراق المشرك أو كلمة معناها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا ضبيان يحدث عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وإلين أن جريرا قال يا رسول الله اشترط علي قال تعبد لها لا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح المسلم وتبرأ من الكفر حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس حثنا حجاج حدثني شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير وهو جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس ثم قال في خطبته لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همامين قال بالا جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا وقد بلت قال نعم أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة حان أبن نمير حدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب قال سمعت جريرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حذنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمشو عن أبي ظبيانا عن جرير مثل ذلك حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبصم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عوني بن أبي جحيفة عن المنذري بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفة عرات مشتابي النماري أو العباء متقلدي السيوف عمته من مضر بل كله من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآ بهم من ألف قط قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا وقرأ الآية التي في الحشر والتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرت قال فجاء رجل رجل من الأنصار بصرة كدت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعمين وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلال وجهه يعني كأنه مذهبات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غيرا أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سنى في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غيرا أن ينتقص من أوزارهم شيء حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة قال سمعت عون بن أبي جحفة قال سمعت منذر بن جرير يحدث عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار فذكره إلا أنه قال وأمر بلالا فأذن ثم دخل ثم خرج فصل وقال كأنه مذهبات حسن إسحاق بن يوسف حدثنا أبو جناب عن زذان عن جرير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد قال فأنتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت قال من أهلي وولدي وعشيرتي قال فأين تريد قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد أصبته قال يا رسول الله علمني ما الإيمان قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال قد أقررت قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرداء فهو بعيره وهو الرجل فوقع على هامته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل قال فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما أعراضي عن الرجلين فإني رأيت ملكين يدوسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال قال ثم قال دناكم أخاكم قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر قال فقال ألحدوا ولا تشقوا فإن اللحدة لنا والشق لغيرنا حدثنا أسود بن عامر حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن ثابت عن زذان عن جريري بن عبد الله البجلي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فبين نحن نسير إذ رفع لنا شخص فذكر نحوه إلا أنه قال وقعت يد بكره في بعض تلك التي تحفر الجرذان وقال فيه هذا ممن عمل قليلا وأوجر كثيرا حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال ما حجباني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبصم حدثنا أبو قطع حدثني يونس عن المغيرة بن شبل قال وقال جرير لما دنوت من المدينة أنخت راحل التي ثم حلت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فراماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكر كآن فانبي أحسن ذكر فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذيما إلا أن على وجهه مسحة ملك قال جرير فحمدت لها عز وجل على ما أبلاني وقال أبو قطع فقلت له سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل قال نعم حدثنا أبو نعيمين حدثنا يونس عن المغيرة بن شبل بن عوف عن جرير بن عبد الله قال قال لما دنوت من المدينة أنخت راحل التي ثم حلت عيبتي ثم لبست حلتي قال فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخطب فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فراماني القوم بالحدق فقلت لجليسي هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر شيئا فذكر مثله حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمشي عن أبي وإل عن جرير أنه حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن لا يشرك بالله شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينصح المسلم ويفارق المشركة حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن حميدي بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصرة من ذهب تملأ ما بين أصابعه فقال هذه في سبيل الله عز وجل ثم قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأعطى وفأعطى ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه فأعطى وفأعطى ثم قام المهاجرون فأعطى وقال فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حترأيت الإشراق في وجنتيه ثم قال من سن سنة صالحة في الإسلام فعمل بها بعده كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء حفن يحيى بن زكريا وهو أبن أبي زائد تحدثنا أبو حيانا التيمي عن الضحاك خال المنذري عن منذري بن جرير عن جرير بن عبد الله قال لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال حفن يحيى بن زكريا حدثنا أبن أبي خالد عن قيسين عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ذي الخلاصة فكسرها وحرقها بالنار ثم بعث رجلا من أحمس يقال له بوشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره حفن أبو أحمد وهو الزبيري حدثنا شريك وهو أبن عبد الله عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشيا قد مات فاستغفروا له حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود عن عامر عن جرير بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدر المصدق وهو عنكم راض حفن يزيد أخبرنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلاصة وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية فنفرت إليه في سبعين ومئة فارس من أحمس قال فأتاها فحرقها بالنار وبعث جرير بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير أحمس ورجالها خمس مرات حفن يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازمين قال قال لجرير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حفن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازمين يحدث عن جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ثم تلا هذه الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال شعبة لا أدري قالا فإن استطعتم أوي لم يقل حفن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس يحدث عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين حفن حجاج بن محمد أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قومين يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنعوا لا يغيرون إلا عما هم الله عز وجل بعقاب أو قال أصابهم العقاب حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير يقول حين مات المغيرة واستعمل قرابته يغطب فقام جرير فقال أصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير استغفروا للمغيرة بن شعبة غفر الله تعالى له فإنه كان يحب العافية أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه بيدي هذه على الإسلام فاشترط علي النصحة فورب هذا المسجد إني لكم لناصح حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال كان جرير بن عبد الله في بعث بأرمينية قال فأصبتهم مخمصة أو مجاعة قال فكتب جرير إلى معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل قال فأرسل إليه فأتاه فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فأقفلهم ومتعهم قال أبو إسحاق وكان أبي في ذلك الجيش فجاء بقطيفة مما متعه معاوية حفنه شيم قال ثنى سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فلقني فقال فيما استطعت والنصح لكل مسلمين حدثناه شيم أخبرنا يونس عن عمري بن سعيد عن أبي زرعة بن عمر عن جرير بن عبد الله قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتيل عرف فرس بأصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة حفنه شيم أخبرنا يونس عن عمري بن سعيد عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني فقال اصرف بصرك حدثنا محمد بن أبي عادي عن داود عن الشعبي عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليصدر المصدق من عندكم وهو راض حدثنا سفيان حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلمين قال مسعر عن زياد فأني لكم لناصح حنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجودي عن أبي وإلن عن جرير أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب مشتابي النمار فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فأبطأوا حتى رؤيا ذلك في وجهه فجاء رجل من الأنصار بقطعة تبر فطرحها فتتابع الناس حتى عرف ذلك في وجهه فقال من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غيره أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة عمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا حثنا سفيان حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همامين قال رأيت جرير ابن عبد الله يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقالوا أتمسح على خفيك فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة يمسح على خفيه فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله يقولون إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسلمين يعني ابن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير ابن عبد الله قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثنا على الصدقة فأبطأ الناس حتى رؤية في وجهه الغضب وقال مرة حتى بان ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها إياه ثم تتابع الناس فأعطوا حتى رؤية في وجهه السرور فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء قال مرة يعني أبا معاوية من غير أن ينقص حثنا أبا معاوية وهو الضرير حدثنا الأعمش عن زيدي بن وهو بن عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس قال قال لجرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تريحني من ذي الخلاصة وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية قال فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضربه في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته وجعله هديا مهديا فانطلقت إليها فكسرها وحرقها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات حتى يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس قال قال لجرير بن عبد الله كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضارون شك اسماعيل في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حتى يحيى عن محمد بن أبي اسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال قال جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها من بعده إلا كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ولا يسن عبد سنة سوء يعمل بها من بعده إلا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء قال وأتاه ناس من الأعراب فقال يا نبي الله يأتنا ناس من مصدقك يظلمون قال أرضو مصدقكم وإن ظلم قال أرضو مصدقكم قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راضي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير حتى نيحي بن سعيد عن أبي حيان قال حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير عن منذر ابني جرير عن جرير قال كنت مع أبي جرير بالبواريجي في السواد فرجعت البقرة فرأ بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة قال بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال حثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني عنه منذ أسلمت ولا رأاني إلا تبصم في وجهي حثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيبي بن أبي ثابت عن المغيرة بن شبل عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد بارئت منه الذمة قال عبد الله حدثني محمد بن عبد الله المخريمي حدثنا الصلط بن مسعود الجحدري حدثنا سفيان حدثني ابن لجرير بن عبد الله قال كانت نعل جرير بن عبد الله طويلها ذراعون حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي اليقران عثمان بن عمير البجلي عن زادان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لأهل الكتاب حثنا وكيع عن شعبة ومحمد بن جعفر قال ثنى شعبة وعن جابر عن طارق التميمي عن جرير قال ابن جعفر قال حدثني رجل عن طارق التميمي عن جرير قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة فسلم عليهن حثنا وكيع عن شريك عن عاصمين عن أبي وإل عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة قال شريك فحدثنا الأعمشو عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمني بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قومين يكون بين أظهرهم من يعملوا بالمعاصي هم أعزوا منه وأمنعوا لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله عز وجل منه بعقاب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمري بن جرير يحدث عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس وقال قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن موسى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل حدثنا حماد حدثنا عاصم عن أبي وائل عن جرير قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط علي قال تعبد لها لا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح للمسلم وتبرأ من الكفر حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علافة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمسح بعدما أسلمت حدثنا موسى بن داود ومحمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنى شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشية قد مات فاستغفروا له حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن قيس بن أبي حازمين عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المخرج في خفيه ثم يخرج فيتوضأ ويمسح عليهما حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبط قال عبد الله وسمعته أنا من ابن أبي شيبط قال ثنى عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازمين عن جرير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلقيت بها رجلين ذا كلاعا وذا عمر قال وأخبرته ما شيئا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أقبلنا فإذا قد رفع لنا ركب من قبل المدينة قال فسألناهما الخبر قال فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه والناس صالحون قال فقال لي أخبر صاحبك قال فرجع ثم لقيت ذا عمر فقال لي يا جرير إنكم لن تزالوا بي خير ما ما إذا هلك أمير ثم تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف غضبتم غضب الملوك ورضيتم رضاء الملوك حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا داود يعني ابن يزيد الأودية عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد فلحق بالعدو فمات فهو كفر حدثنا مكي حدثنا داود بن يزيد الأودية عن عامر عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا يونس عن المغيرة بن شبل قال قال جرير لما دنوت من المدينة أنخت راحل التي ثم حلت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فراماني الناس بالحدق قال فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر شيئا قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذيما إن ألا وإن على وجهه مسحة ملك قال جرير فحمدت لها عز وجل حثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسماع والطاعة والنصح لكل مسلمين حثنا إسماعيل أخبرنا يونس عن عمري وبني سعيد عن أبي زرعة بن عمري وبني جرير قال قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماع والطاعة وعلى أن أنصح لكل مسلمين قال وكان جرير إذا أشترى الشيء وكان أعجب إليه من ثمنه قال لصاحبه تعلمنا والله لما أخذنا أحب إلينا مما أعطيناك كأنه يريد بذلك الوفاء حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قومين يعملوا فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوه لم يغيروه إلا عما هم الله بعقاب حثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا المجالد بن سعيد عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة عن جرير قال قال لي حبر باليمن إن كان صاحبكم نبيا فقد مات اليوم قال جرير فمات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم حثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير قال قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم بالشرط قال أبايعك على أن تعبد لها لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتعطي الزكاة وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن همامي بن الحريثي أن جرير بن عبد الله بال وتوضأ ومسح على خفيه فقيل له فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال إبراهيم كان أعجب ذاك إليهم أن إسلام جرير كان بعد المائدة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همامي بن الحريثي عن جرير بن عبد الله أنه بال قال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال إبراهيم كان أعجب ذاك إليهم أن إسلام جرير كان بعد المائدة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همامي همامي بن الحريثي عن جرير أنه بال قال ثم توضأ ومسح على خفيه فصلى وسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال وكان يعجبهم هذا الحديث من أجل أن جريرا كان من آخر مون أسلم حدثنا محمد بن أبي عادي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همامي بن الحريثي أن جريرا بال قائما ثم توضأ ومسح على الخفين وصل فسألته عن ذلك فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه فعل مثل ذلك حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو الأحواصي عن الأعمشي عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جريري بن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبايعه فقلت هاتي يدك واشترط علي وأنت أعلم بالشرط فقال أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتعطي الزكاة وتنصح المسلمة وتفارق المشركة حثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال إذا أبقى إلى أرض الشرك يعني العبد فقد حل حدثنا بنفسه وربما رفعه شريك حثنا أبو أحمد هو الزبيري قال ثنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير ولم يرفعه قال إذا أبقى العبد إلى أرض العدو فقد حل دمه حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبيه عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تحدثنا حفص عن داود عن عامر الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد بريئت منه الذمة حثنا علي بن عاصمين عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان يعني ابن قرمين عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول قرمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له حثنا يحيى هو ابن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جرير وعبدة قال ثنا مجالد عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا وهو راض حثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس حدثنا جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس حدثنا جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين حثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تريحني من ذي الخلاصة بيت اخثعم كان يعبد في الجاهلية يسمى كعبة اليمانية قال فخرجنا إليه في خمسين ومئة راكب قال فخربناه أو حرقناه حتى ترقناه الجمل الأجرب قال ثم بعث جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك قال فلما جاءه قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما جئتك حتى ترقناه الجمل الأجرب قال فبرك على أحمس وعلى خيلها ورجالها خمس مرات قال قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل فوضع يده على وجهي حتى وجدت بردها وقال اللهم اجعله هديا مهديا حثنا يحيى قال قال إسماعيل قال قيس قال جرير محجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأاني قطوء إلا تبصم حثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيسي بن أبي حازمين عن جريري بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب حنا وكيع وأبو معاوية وهو الضرير قال ثناء الأعمش عن تميم بن سلمة السلامي عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جريري بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير حثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قومين يعملوا فيهم بالمعاصي هم أعزوا منهم وأمنعوا لا يغيرون إلا عما هم الله تعالى بعقابه حدثناه حجاج أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا أسود بن عامر حدثني شريك عن أبي إسحاق عن المنذر قال عبد الله أظنه عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل قوم فذكره حدثناه أسود حدثنا يونس يونس عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير ابن عبد الله على المنبر يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترطا علي النصحة لكل مسلمين فإني لكم لناصح حثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا ابن نمير حدثنا اسماعيل عن قيس قال بلغنا أن جريرا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس ثم قال عند ذلك لا أعرف أن بعد ما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت سماك ابن حرب قال سمعت عبد الله ابن عميرة قال وكان قائد الأعشى في الجاهلية يحدث عن جرير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام قال فقبض يده وقال والنصح لكل مسلمين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل حثنا يحيى بن آدم حدثنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله ابن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل شكرا